صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 16 لسنة 2022 بتعينات في وزارة الداخلية وجاء في المرسوم في المادة الأولى يعين في وزارة الداخلية كل من اللواء عبدالله محمد إبراهيم الزايد مفتشا عاما بدرجة وكيل وزارة اللواء ركن الشيخ حمد بن محمد بن عبدالله الخليفة نائبا لرئيس الأمن العام بدرجة مدير عام العميد محمد عبدالله أحمد الحرم مساعدا لرئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بدرجة مدير عام الشيخ مشاعل بن خليفة بن حمد آل خليفة وكيلا مساعدا للتخطيط والتنظيم ترجمة نانسي قنقر